ترى أساس موشي خالد بن حمد الخليفة أن أبو الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وفد مملكة البحرين بالاجتماع السابع والأربعين لوزراء الشباب والرياضة العرب والذي عقد بجمهورية مصر العربية الشقيقة يوم أمس نعم وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي سيد أحمد أبو الغيط وأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة العرب هذا وقد كان في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ خالد بن حمد لدى وصوله جمهورية مصر العربية سعادة السيدة فوزية بنت عبدالله زينال سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية وعدد من كبار المسؤولين وبهذه المناسبة أعرب سموها عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادتها للدورة السابقة لمجلس وزراء الشباب والرياضة بالدول العربية وحرصها على تطوير العمل الشبابي والرياضي العربي متمنيا للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من التوفيق والنجاح في قيادتها للدورة الحالية كما تواجه بالشكر لجمهورية مصر العربية الشقيقة ولمعالي الدكتور أشرف صحبي وزير الشباب والرياضة المصري على حسن الضيافة والاستقبال مشيدا سموه بدور جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد جهود دول الأعضاء للارتقاء بالشباب العربي في مختلف المجالات وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد حرص مملكة البحرين على الدفع بمسيرة العمل العربي المشترك في المجال الشبابي والرياضي بما يعود بالنفع والخير على شباب الوطن العربي مشيرا سموه إلى جهود مملكة البحرين في دعم القطاع الشبابي والرياضي وتبني العديد من المبادرات الشبابية والرياضية الرامية إلى تنكين الشباب وتنمية قدراتهم باعتبارهم المحرك الأساسي للتنمية في سائر البلدان العربية معربا سموه عن جزيل شكره وتقديره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على حسن التنظيم لأعمال الاجتماع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة